لدى استقبال سموه لمسؤول أممي أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن الصحة والتعليم والإسكان وخلق الوظائف هي أهداف وضعتها الحكومة كمحاورة رئيسية لاستراتيجيتها باعتبارها مقاومات أساسية للتنمية المستدامة وأشر سموه إلى أن البحرين كما تمكنت بجدارة من تحقيق أهداف الألفية للأمم المتحدة فهي عقيدة العزم على تسجيل قصة نجاح جديدة في تحقيق الأجندة التنموية لما بعد 2015 داعيا سموه إلى توحيد الجهود والطاقات نحو البناء لتكون المنطقة أكثر ازدهارا خاصة وأن التنمية اليوم التي تعد غاية لدولها أصبحت تواجه تحديا كبيرا متمثلا في التوترات والصراعات التي تعيشها المنطقة وقال سموه يكفي شعوب المنطقة ما تجرعته من الحروب ويكفي تنميتها ما تواجهه من مصاعب لتشق طريقها في ظل أوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة فيما وجهت مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائية شكر والتقدير لسمو رئيس الوزراء على تفضل سموه برعاية المؤتمر الوزري العربي حول أجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015 في الدول العربية في ديسمبر المقبل والذي يعكس اهتمام سموه بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مختلف دول العالم هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر سموه بالرفاع صباح اليوم السيد هيلين كلارك مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائية التي تقوم حاليا بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين لتمثيل الأمم المتحدة في أعمال القمة الأمنية الحادية عشر حوار المنامة وخلال اللقاء أكد سموه أن التحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها العديد من مناطق العالم يجب أن لا تثني الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة عن استمرار دعم جهود الدول النامية في مجال التنمية وبالشكل الذي يلبي تطلعات الشعوب في حياة مزدهرة وكريمة وشدد سموه على أهمية أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل أكثر فاعلية وتنظيم لتوفير الأسباب التي تضمن تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها الشعوب وفي مقدمتها العمل على إزالة أسباب الصراعات والنزاعات والحروب التي تدمر مقدرات الأمم وقال سموه أن حماية أمن واستقرار البشرية هو مسؤولية يتشارك فيها الجميع ويجب دعم ومساندة كل جهد دولي غايته تحقيق الطمأنينة للبشر في كل مكان وأكد سموه حرص البحرين على دعم الدور الرائد الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتعزيز التنمية البشرية في العديد من مناطق العالم إيمانا منها بأهمية المشاركة في كل عمل غايته تحقيق الرخاء للإنسانية جمعا ونوها سموه إلى أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة كان له عظيم الأثر في النجاحات التي حققتها مملكة البحرين إقليميا ودوليا على صعيد التنمية المستدامة معربا سموه عن تطلعه بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون المثمر بين الجانبين من جانبها أعربت مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائية عن خلص شكرها وتقديرها لسمو رئيس الوزراء على دعم سموه المتواصل للتعاون القائم بين مملكة البحرين والبرنامج وما تبده حكومة البحرين برئاسة سموه من التزام واضح في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأشهدت بما حققته مملكة البحرين من نجاحات على صعيد التنمية المستدامة في مجالات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية وغيرها وما أنجزته على صعيد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية مؤكدة حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائية على تطوير التعاون بين الجانبين إلى آفاق أوسع ترجمة نانسي قنقر